اشتركوا في القناة توقع ان ان تقوم بعملها المهم لأيو اس 14.4 نسخة نهائية نزلت للمطورين الآن ويجب الواتش اس 7.3 نسخة نهائية والتيفيو اس 14.4 نسخة نهائية للمطورين انت ما راح تشوفها النسخة هذه ونتكلم ان هذه الفيديو متى انتوقع ستنزل توقع مثل ما توقع انها ستنزل لل 14.3.1 قبل ما سوتها فكلها توقعات قبل ما تقولك متى ستنزل السوتوين المهم نبدأ كبداية نخشل الالات نروح عام نروح حول مثل ما نشوف النسخة في النهاية مكتوب 18D52 فهذه النسخة النسخة الثانية اللي كانت عندنا قبل هذه كانت 18D 5043D في النهاية فقبل ان قفزت من D الى النسخة النهائية كيف عرفت ان هذه النسخة النهائية لان بعد ال52 ما فيه حرف فيعتبر هذه النسخة اللي الكل راح تنزله طيب لو نزلت تحت برضو نشوف هالمودم فيه فرق ولا لا في النسخة الثانية كان عندنا مودم 1-42-02 الان عندنا مودم 1-42-03 ففيه تغيير برضو للمودم فاي شخص عنده مشاكل في الشبكة او اشياء ثانية طبعا بعض الاشخاص يقول لك في النسخة الجريبية الثانية كانت لديهم مشاكل يحاولون في الايفونات تلفل الجريدة بين 5G الى 4G فانشارة تنحل ذا المشكلة هنا انا ما شفت عندي ذا المشكلة لاني اصلا حطى على 5G على طول auto ما تتغير عندي المهم ففيه تغيير في المودم او لاقط الشبكة لحق الويرة الصغيرة طيب خلنا نتكلم عن الميزات او الابل اللي كتبت لها وش الاشياء اللي نزلت تجديدة ابل اول حاجة يقول لك في الكود اذا كنت فاتح وبتسوي سكان لحق QR كود الصغار اللي يجوه عندك الان احنا حلتها برضي المشكلة انا كانت فيه مشكلة من قبل ان بعض الاشخاص ما يقدرون يسوي لهم سكان فقبل حلتها هنا وبرضو خيار ثاني او اتكلمت عن البيت الثاني ان بعض الاشخاص يواجهون مشاكل في البلوتوث انك كنت شابك وطلت السيارة او تشوف الصوت يرقى وينزل او تجأة يصير مثلا واطي الصوت فقبل حطتك خيار هذا انك تخش هنا وتحدد نوع البلوتوث اللي شابك عليه مثلا هذا حط علينا هذا سيارة فقبل تعرف ان هذا سيارة مش جهاز ثاني عشان ما تلعب في الصوت والخيار هذا موجود عندك هنا من الصوت لو تخش استخدام السماعة فتشوف من هنا تشقل خوفة الصوت والاشياء الثانية وبرضو في شي ثاني اذا كنت تستخدم اشعارات المخالطة فلو تخش هنا راح تشوف هنا طبعا انا ما عندي كنت مسافر انا في نيفادا وفي كاليفورنيا فحطين لي هنا لكن ما اقدر اخش عليها محين لكن في خيار ثاني هنا تقدر اضغط عليه اذا كان عندك البرنامج هذا او يشتغل عندك في دولتك على حسب لازم تكون عندك برنامج وزارة الصحة عندك في الدولة مشغلة البرنامج او الولاية برضو ما انه في امريكا هنا كل الولاية يختلف فالولاية اللي عندي انا ما عندي لحق برنامج المخالطة ما سووا هنا في خيار هنا يكون عندك انك تقدر تشغله علشان تعلم الاخرين اللي حولك انه مثلا فيك كورونا او الاشخاص الثاني مثلا مريتهم شخص وهو مشغل ذي الخيار ومثلا وهو صايدة كورونا فيجيك شعار انه ترى ذي الشخص الي امك في كورونا فخيار هنا تقدر تشغله وتطفيه اذا كنت منزل برنامج شعار المخالطة اي برنامج مثل ما قدتك من الدولة حقتك انت شغل وتطفيه بكيفك برضو في مشكلة ابل نزلتها ولكن ابل كاتب ان نبس لحق ليفونات التولف الجديدة مدري ليش انه مثلا وديت جهازك تصيانه وشي في مشكلة مثلا في الكاميرا وقيروا لك الكاميرا وديتها محل المهلات وركبوا لك مثلا كاميرا مش اصلية فيجيك شعار ويقولك ان الكاميرا اللي ركبتها مش اصلية دي حسوتها قبل مقبضه للسنوات اثر حق البطاريه برضو اذا كانت البطاريه مش اصلية عندك بعض البطاريه التي ركبتها تغيرت البطارية مش من ابل رسمي ما يضل لك حتى حالة البطاريه ونسبة البطاريه فهذا حركة جمiformة بابل لا تضтора فى الايفون ١٢ والشي حلوى في ا افونات ابوست أحبا حبى عندنا الفارتح يمكن اعتصد ان نسبة البطاريه مش طالع عندنا فياعتبر بطاريه مش اصلية ولمست معتمدة من ابل الكاميرا يعني الحلوى الشاشة أيضًا لو تضع إشعار الشاشة التي ركبتها ليس أصلية ونستطيع تطفيها وتشغيلها بكيفك فشي حلو أن القطعة الداخلية تعرف إذا كنت شري من شخص ثاني تعرف القطعة الداخلية هي أصلية أو ليس أصلية طيب، سنتحدث لكم أيضًا عن شيء في الابل واتش انزلت في النسخة الجديدة لو نفتح الواتش فيه فيس جديد مثل ما نرى هذا الفيس بشكل جديد يعني تقدر تعدل عليه بكيف كانت اللون الذي تريده ونضع مثلا التاريخ فوق عندك تقدر تحط شيء في الأسفل مثلا البوصلة فمثلا ما نشوف تحت فبس حركة جديدة فيس فابل واتش 7.3 النسخة النهائية نزلت من الفيس هذا طيب، هل في تعديلات؟ في تعديلات أبل ما تتكلم عن جميع التعديلات لكن تتكلم عن أشياء خفيفة بعض الأشخاص واجهوا مشاكل في الآيفون 12 وبرو كاتب أبل ليش بس 12 وبرو؟ مادري، بس يقول لك بعض الأشخاص عندهم مشاكل في 12 وبرو في تصوير الـ HDR بعض الأشخاص بيصورون HDR وما تطلع الصورة مثلا HDR ولا ما تطلع شيء ففي مشاكل في HDR أبل حلتها وبرضو في الفيتنس إذا كنت منزل وجس لحق الفيتنس أبل حلت لك المشكلة أن بعض الوجس يقول لك بعض الأشخاص ما تشتغل عدل فحلتها لك وبعض الأشخاص برضو عندهم مشاكل في الكيبورد إذا كنت بتكتب شيء يقول لك أبل أن بعض الأشخاص وهم يكتبون ما يكتب عدل الكيبورد وبعضهم السجس شأن عندك اللي هنا أو الاختصارات ما يطلعون بسرعة فأبل حلت هذه المشكلة وبرضو في اللقاء في الإيميسج وبعض الأشخاص يقول لك مثلا تحط اللقاء عربية فتح الإيميسج تشوف يقل بإنجليزي عندك الإيميسج فأبل حلت هذه المشكلة فهذه النسخة وبرضو بعض الأشخاص عندهم مشاكل إذا كانت تستخدم الكاربلي برنامج جنوية فاتحة وقعادي يسمع الصوت وجاتك مكلمة مثلا أو تبي تكلم سيري ما تشتغل عدل فحلت هذه المشكلة أبل هنا بعض الأشخاص عندهم مشاكل في الستويتش كنترول فأنت لو تخش العدادات وتروح حق تسهيلات الاستخدام تحكم والتبديل هذا هو إذا كنت مشاكلة هنا ومشابك على أشياء هنا في بعض الأشخاص يقول لك أنت عندهم مشاكل في هذا الخيار فأبل عدلتها هنا برضو فهذه الأشياء اللي تكلمت عنها أبل هل في ميزات ثانية؟ ممكن تكلمت برضو إنه في سيكوريتي عدلتها أبل قبل ما تصرح بالمشاكل والسيكوريتي اللي تكلمت عنه بعض الأحيان بعد ستة شهور سبع شهور نكتشف إنه فيه اختراق مثلا وقبل حد أدلتها قبل ستة شهور مثلا يصير النفس الحركة دي طبعا أقل بالميزات تكلمت لكم عن هذه موجودة على الآيفون والآيباد برضو هنا بما نهى نسخة نهائية فبرنامج الفيدباك نحدف برنامج الفيدباك ينزل مع النسخ البيتا والمطورين يقدرون مثلا إن كتبون حق قبل إن عندهم مشاكل عشان أبل تحدثها قدام هنا نحذفت بما أنها النسخة النهائية أبل تحذفها من المطورين لكن المستغربين في الآيباد عندي موجودة فكيف ذلك الحركة ما أدري يعني أبل ما تحترفين الآيباد نسخة نهائية مع أن يوم دخلت هنا برضو نسخة نهائية لكن هذا البرنامج موجود عندي هنا أبل أول مرة تسوي ذلك الحركة فنتوقع أن إن شاء الله تكون هذه النسخة النهائية أبو ما تجيب العيد وتنزل النسخة النهائية الثانية برضو ما ندري فهذه النسخة أتمنى كل شخص يحدث عليها إذا نزلت سنتكلم لكم حين متى رح تنزلوا كل شي لكن كبداية لو نتكلم كالعادة على الأداء فلو نفتح الآن توتو نشوف هذه النسخة النهائية النسخة الثانية كان عندي ستة وابعين سبعة وربعين تسعة وخمسين الآن ستة وربعين أربعة وثلاثين اثنين وخمسين فما يعتبر في فرق التعب نفسك يعني أوكي ما في فرق أرقام خفيفة ما في فرق لو نشوف نروح هنا في الهيستوري أقدم معكم النسخة الأولى الـ 14.4 النسخة الثانية والنسخة النهائية فما تتنور بعض عندك هنا يعتبر ما في فرق لو نشوف المالتي كور في قفزة خفيفة جدا في السنجل كور ما في فرق فنسخة ممتازة لو نشوف هنا المتل فالنسخة الأولى النسخة الثانية والنسخة النهائية برضو ما في فرق نقدر نقول صعد شوية مية لكن برضو ما رح تحس فيها طيب كذا خلصنا بعض الأشخاص سيقول لي مثلا ننزلت للكل ما نزلت عندي هو منزل مثلا البيتا فخلاص إذا أنت منزل البيتا ومنزل هذه النسخة النهائية يعتبر ما رح تنزلك النسخة النهائية اللي بتنزل حق الكل أريد ينزل عندك هنا النسخة وحذفت البروفايل إذا قبل ما نزلت نسخة ثانية نسخة نهائية ثانية قبل مرة سوتها إن شاء الله ما تسوي مرة ثانية فخلاص أنت على النسخة النهائية تنتظر إذا نسخة ثانية غيرها البلد نمبر يتغير حقها عشان تنزل عندك فمتى نتوقع نتنزل هذه النسخة بعض الأشخاص يقول لك يمكن رح تنزل بكرة اللي هو يوم مشاركة من الفيديو هذا يمكن لا بس أكثر التوقعات تقول لك أنه أسبوع القادم وبداية أسبوع القادم تنزل هذه النسخة نشوف أنا أتوقع أن أسبوع القادم ستنزل لكن ما تقدر تتكلم ما تقدر تعرف أبوالشي اللي تفكر فيه بما أنها جديدة وتوها نازلة اليوم فبكرة أبدا رح تشوف إذا كان في مشاكل أو ما في مشاكل والويكند برضو إذا ما في مشاكل خلاص تنزل حق الكل إذا في مشاكل رح تنزلك نسخة نهائية ثانية وسوتها من قبل وننتظر لنهاية الأسبوع وتنزل حق الكل مثلا فننتظر ونشوف يعني 99% نهاية الأسبوع القادم أو نصف الأسبوع القادم رح نشوفها تنزل للكل هذه النسخة بس فأتمنى كل شخص ينزلها ببعض الله شغال يقول لي وكيف البطارية وكل شيء ما أقدر رحكم عليها الآن البطارية رح أمشي معاكم يومين ثلاث أيام أربع أيام ورح نزلكم فيديو ثاني يوم الثنين القادم الليك للمقطع ونشر المقطع ولا تنسون المغضل دعاكم السلام عليكم